السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحقة ذي الثلاثة في شهر عشرة اليوم إن شاء الله يا إخوان سنتكلموا عن المحاكمة السالفيني المحاكمة اللي كانت في كاتاني سنرى الجديد وصراحة المحامية السالفيني دارت خدمة اللي صراحة مزيانة بزاف وراه كانت وزيرة يعني في الحكومة السابقة لذلك سنرى أش نوع الخطة لنهجتش وكيفاش سالفيني ربما غير يخرج من هذه المحاكمة بدون أي مشاكل كذلك سنتكلموا عن الجديد من البونس كمبيوتر اللي خرج في الجريدة الرسمية يعني رسمي كين هاد بونس ولكن سنرى الجديد فيه إن شاء الله حيث بقي ما تكتاملتش جميع المراحل باش بنسبش يطلبوها نقول لكم الجديد لي فيه و سنرى الحقيقة حول هاد البونس اللي يعني تعاليق بعد مرة تقول يدوني عن البونس ذي النظارات وطرح في بالي بزاف ذي التساؤل منين ناس كتجيب الأخبار على هاد البونسات لذلك سنتكلموا عني و سنتكلموا عني و سنتكلموا لكم بل رأها عير كذبة و كذلك سنتكلموا عن الارتفاع الحالات في إيطاليا صراحة التحاليل رأها قل من البارح ولكن العدد دي الأرقام للقناة اليوم ركت ما كتشوفوا معي 2844 يعني أرقام ما كنوصلوا هاش من شهر ربعة والحاجة اللي تتقلق شوية هو أنه في ميلانو بحدة كين كتر من مية حالة لذلك يا إخوان قبل ما بدك نبغي نشكر الناس اللي كتفاعل مع الفيديوهات بلايك وبالتعاليق والناس اللي ما مشاركش في القناة اشتركوا يا إخوان باش بقود توصلوا بكل جديد إن شاء الله أول حاجة يا إخوان كيف ما كنت طلب منكم ديما أنكم تشاركوك نبغي نشكركم بزاف يعني على الاشتراك في القناة الحمد لله هو بتوفيق المن الله القناة وصلت المية آلف مشارك من بعد ستة أشهر فقط يعني الفيديو أول فيديو تنشر في القناة كان نهار 24 في شهر ثلاثة وصراحة القيسة اللي كيف هاش نشأت هذه القناة راه صدفة صراحة وعير الله صخر لي هذا الشيء ناس اللي زع ما كان فاش كنت ندير المباشر في الصفحة ديال فيس بوك كنت نشرح في الدكريات ووقت الحجر الصحي يعني كنت نسالي الخدمة وبزاف الناس كنت تسائل على أشن وقال كونتا وذلك كنت ندير لي لايف في الفيس بوك كان كنت تفرش فيهم حوالي ديك الساعة ستاشر ألف شخص لذلك بزاف الناس في التعليق كانت تقولي يا إنشاء قناة ديال اليوتيوب لإنشاء قناة ديال اليوتيوب وديك الساعة أول حاجة خطرت في بالي فاش بغيت إنشاء القناة يعني من بعد طلب ديال بزافت إخوان هو الاسم والفكرة اللي كانت تعديه هو هذا الشيء اللي كنت ندير فيه دابة يعني نشر الأخبار اللي كتوقع في إيطالي اليوم يوقف الجالية المغربية والحمد لله شيء اللي كيعجبني بزاف القصة ديالي يا إخوان هو أنه ربما بزافت الناس ما عارفناش ولكن في 2011 كنت تكلموا على تسع سنين هذي إنشاءت أول موقع للجالية المغربية كان ديك الساعة بالنغل الإيطالية كان سميسو بلادي بالا وكنت كنشرفي الأخبار اللي كتوقع في الجالية المغربية والحمد لله كان عنده واحد صادة كبير لدرجة أنه ولكن يسجل كتر من مليون صفحة كتشاف في الشهر والحمد لله داك الشي جاء عن حب وعن قناة علاش كانت تساؤل كدوري في بالي علاش المغاربة ديال الهولندا ديال البلجيكا ديال فرنسا وديال إسبانيا عندهم مواقع ديال الجالية المغربية والجالية الوحيدة اللي هي الجالية الإيطالية حتى شي واحد مرات في الشباب ما دير واحد الموقع ولا ديال شي حاجة لعلى الأقل الجالية المغربية يقولي عندها هذك الموقع يتبشي تشوف الأخبار اللي وقعت الجالية المغربية لذلك من ديك الوقايتها كبر عندي واحد الحب بالصحافة كانت مؤخرا نعرفها هالثلاث سنوات الأخيرة كنت كتبت صحف إيطالية ومجلات إيطالية بعدها عندها صيح عالمي باش من بعد من يجمع 81 ما قال إن شاء الله نمشي نتقي ونأخذ البطاقة ديال الصحافة هنا في إيطاليا ولكن بعد ما أتكلمت مع بعض الناس وذلك الشي هذك البطاقة ديال الصحافة ما عند حتشي منفعة بقي الحد الآن كي كتب مقالات البعض الجرائد ولكن في نفس الوقت يعني ما بقعت عند ذلك النية أنني نأخذ الورقة ديال الصحافة علاش حيث ما ما عند حتشي منفعة المنفعة الوحيدة هي أنها كتحميك قانونيا واحد شوية لذلك يا إخوان كنشكركم بزاف وحاولت أنا نتكلم على نفسي في هذا الفيديو لذلك نمشوا نشوفوا الأخبار اللي هي أهم من شكون هو صوفيال اللي كيقدم الأخبار إيطاليا أول خبر سرعي يا إخوان وبحصروا بأسف كنقول لكم هذا الخبر علاش يعني قرأت القصة ديالهم وربما بزافت المرات ما كان نشارش أخبار مثل هذه ولكن في بيروجيا يعني في بروفينشا ديال بيروجيا لومبريا في مارتشانو وقع واحد الحادي تسير يعني واحد جوج أصدقاء مغاربة واحد منهم تزوج وعنده بنت عنده أشهر قليلة للأسف كيتروا واحد الحادي تسير كي خرج موحى الطريق بروفينشال والطموبيل ديالهم كتخرج في لوتوروت للأسف كيتسار مع جوج طموبيلات خورين وكيتوفى في هذا الحادي تسير كنت تكلمه على شخص اللي اسمته ردوان وهو أبلي بنت عنده أشهر قليلة للأسف وعماد لي يعني كان خدم في شركة حتى هوايا وكنت تكلمه كذلك على الرئيس ديال واحد الجمعية إسلامية ديال مارتشانو لتمايا خالد شاكري اللي يعني كيتقدم بأحر تعازي وحتى حنا كنقدموا أحر تعازي وخبر مثل هذه الأخبار إخوان إلا نشرناهم مرة الهدف الواحد منهم هو أنكم تدعيوا بالرحمة لهذه الناس وخير في خاطركم ماشي بالضبط ديروا تعليق لذلك يا إخوان الله يرحمهم والله يوسع عليهم والله يصبر العائلة ديالهم كذلك يا إخوان وللأسف أخبار بحال هذه تدر في الخاطر صراحة فيما يخص خبر سريع تاني يا إخوان صحيفة التايمس كتنشر واحد الخبر لكي يجيها من مصادر جوفيرناتيفة يعني مصادر حكومية من الحكومة اللي الإنجليزية يا إخوان هو أنه الجلبة ديال أكسفورد يعني أسترات زينيكا هذيك اللي أوروبا يعني معاولة عليها على حسب هذ المصادر الحكومية كتقول تايمس أنه ربما ربما كيتمنوا أنه هذيك الجلبة يعني يتم المصادقة عليها من هنا لثالث أشهر القادمة إن شاء الله وعلى حسب نفس المصادر كيقولوا أنه إلى خرجت من هنا ثلث أشهر رأى العملية ذيال الجلبة اللي فاش غابدوا يجلبوا لجميع الناس إلا الأطفال ما غاديش يجلبوا لهم علاش حتعارف الأطفال ما كيمرضوش بهذا الفيروس وتاني حاجة الإحتمال أنه يعادي وناس خرير رأى قليل بزاف مقارنة بالناس اللي بالغن لذلك يا إخوان كنت تكلموا على أنه قل وهذيك العملية ذيال الجلبة اللي غا تكون على المجال ديال البلد كامل على الإنجليز بوحدة رأى تقريبا يقدر يضوم حتى الستة أشهر يعني من النهار يبدأ يجلبه حتى يجلبون الناس كاملين تقريبا تبغي ستشهر ديال الوقت وهذا الشي بطبيعي الحال هم كيفكروا أنهم الباسكوان وهاش غا يكون يعني قدروا يدوزوا مع العائلة ديالهم يقدر هذي الوباء يكون سهلا وعلى الأقل يكونوا جلبون الناس كاملين أولا لا ربما هم كيتمنوا أنه قبل الباسكوان يوجدوا هذي الجلبة ولكن يا إخوان كما لكم عارفين أسترات زاني كانوا يقولوا في الأول بلا أنه هذي الجلبة ديالهم غا توجد في شهر تسعود وهذه الشركة يذكر بيهنية صحيفة لاريبوبليكا ولكن للأسف رأى بقى لحد الآن بقى ما خرجتش وما كينش يعنيش حاجة اللي هي متأكد مياه في المكت قولينا بلا رأى في الآخر ديال السنة غا تخرج لذلك هم كيتمنوا ولكن ما بين الأمنية والواقع كين بزاف ديال كونترون خاصة يد وكينزاف كذلك التخوف من أنه يحط في السوق واحد الجلبة اللي يقدر يكون على دارا لذلك هم كيحاولوا يأخذوا الوقت ديالهم الكافي وهذه الشركة يطلب وقت كيفما قلنا وكيطلب أنه شوية الصبر لذلك حنا كنتمنوا أنه تخرج في أسرع الأوقات وفي نفس الوقت كنتمنوا تكون سليمة مئة في المئة ثالث خبر يا إخوان هو أنه الحكومة الإيطالية حاليا كتوجد باش تدير واحد القانون جديد باش تحاول يعني تحبس التمدد للفيروس اللي كين حاليا احنا رشفنا عرف هات السيمنة يا إخوان دزنا من 1500-1700 وصلنا لـ 2500-2800 اليوم وربما المدرسة يعني وفتح المدارس يقدر يكون يعني صعب من الوضعية الوبائية في إيطاليا لذلك يا إخوان ما بين القوانين اللي ربما حاليا باقي المدارس ولكن من هنا اللي ربع على الحساب ماكس بتلا ريبوبليكا خاص يكون القانون الخرج ما بين الأشياء هو أنه غاد يديروا المسكرين فلا بيرتو يعني النهار كامل كذلك ربما يدير واحد كوبريفوكو يعني يقول لي ويصدوا بعض الأماكن بحال البيران ولا ريستورات ولا شيء حاجة ربما يقلوا لهم من الوقت ديل الفتح ديالهم يقول لي ويصدوا مع العشرة ولا مع الحداش ديلة الليل كذلك ما بين الأشياء اللي كيفكروا أنهم يديروها هو أنهم يجدوا لا ليسا دين البلدان اللي الناس غاد يدخل منها أنها تخصت دير الحجر الصحي ولا تدير تحليلها كنا كنت نتكلموا علاكين أن أربعات البلدان اللي هي من بينها إسبانيا ومن بينها اليونان كرواتسيا وكذلك فرنسا رادروا على تحليلها مؤخرا سيجدوا هاد لاليس وربما سيحيضوا منها اليونان لماذا حيث الحالة الوبائية في اليونان تحسنات مقارنة بالصيف الربوبريكا كتذكرنا أنه الوزيع الصحة سيقدم هاد القانون في البرلمان النهار الثلاث وراه قبل لاربعة خسر رئيس الحكومة جوزيبي كونتي يسيني عليه لذلك من هنال لاربعة ربما سيكون عدنا هاد القانون واجد وحتى هنا يرى الكونتك يؤكد بلا أن الحكومة راكت تفكر أنها تدير المسكرينة في لابيرتو كنا نعود أن أذكركم أنه كيم بثائف الجهات من نالاتسيو كامبانيا سيشيليا وبثائف المناطق كالابرية كذلك ومثائف المناطق اخوان رادروا بمسكرينة إلزامية في الداخل ولا في الخارج بالنهار ولا بالليل يعني ديمة لذلك يا إخوان الواحد يحاول يديرها ليس على حساب القوانين ولكن يحافظ على النفس ديالنس اللي عزاز عليها يا إخوان فيما يخص المحاكمة ديال سالفيني أو بما يعرف صحفيا بالكازو الجورجيت يعني الاسم ديال هذه الباخرة اللي هي ديال غواردي ديو فينانسا يعني كنت تكلموا على واحد الباخرة حربية إيطالية للوزير الداخلية منعها أنها تدخل هاتشي وقع في شهر سبعا ديال الفين وتسعتاش يعني تقريبا واحد العام وثلاث شهر هاتي كان على متنها مياء وواحد وثلاثين مهاجر اللي كانوا تعطقوا ووصلوا بحري إخوان والوزير ديال داخلية ديالك الساعة اللي كان مطيون سالفيني أحبسها لم يخلص دخل لذلك الحد الآن يا إخوان البروشاستو اللي عليه هو أنه متاهم بالخطف ديال الناس والمحكامة عندها الكومبيتو باش تشوف أنها واش دكشي لدار سالفيني قانوني أو غير قانوني قدر نقول لكم أنه ربما سالفيني سيخرج من هذه القادية سليم جدا وربما حتى الجلسات ما ستكملش وما سيبدأش البروشاستو أصلا علش حيثات الشي اللي كان دبا فقطاني يرى عير الجلسة ديال الاستماع الأولية يعني غير بغير السامع لسالفيني وذلك الشيء ومن بعد القادية سيقرر ماذا يتابع سالفيني بالتهمة ديال اختطاف ناس يعني سيكويسترو دي برسونا أو ما يتابعوش بها والحد الآن هذك المدعي العامي إخوان اللي في المغرب كنسميه وحنا بالغرق هذك نخص يقول لهم لا خص نغرقه سالفيني وكده ونتابعوه هذك شيء هو براسك يقول لهم خصنا ندروا الاركيفياتسيوني لهذا القادية يعني ما كنش سبب باش نتابع سالفيني هذ الشيء اللي كان كي طالبي كذلك جوليا بونجورنو اللي هي المحامية ديال سالفيني كانت كتطالب انه باشد القادية فيانيار كيفيات يعني يحيدوها وبلا ما يتابعوا سالفيني جوليا بونجورنو اللي طحت عليها وحد لاستر ديال مارمو طحت عليها هذي اخوان ديال رخام وراه خرجوه يعني في كروسه نكملوا في القادية عاليش قلت لكم ربما غير سريم اول حاجة حيث هذك الغرق يقولون من تابعوا سالفيني هذي اول حاجة المحامية قلت لهم ما نكملوش وحاجة تانية كانت ذكية قلت لهم إلا بغيتوا تتابعوا سالفيني على انه سيكويستر الناس اللي كانوا في ذلك الباخيرة خاصنا نشوفوا القادايا ديال سالفيني فاش كان كي يحبس ذلك الباخيرات وستوجبوا كذلك لوشانا لامورجازي الوزيرة ديال الداخلية ديال دابا لانها حتى هي حبستش باخيرات في هذ الاشهور اللي فاتت من بينها الباخيرة الشهيرة اوسيان فانكينغ اللي كان فيها 180 شخص وتحبسات لمدة تسعات ديال الايام قبل ما لامورجازي تخول لها انها تدخل ولكن كان فرق كبير ما بين هذ الباخيرة والباخيرة الخورة علاش حيث هذي كل وباء وكل فيروس ربما تخوف منهم انهم يكون فيهم هذو كل الناس الفيروس حبسوا محد شوية ولكن هذ الشيء ما كنحاولش اني نبرأ الامورجازي ولكن كنحاول نعطيه وحد القراءة تاني حاجة اللي هي اهم هو انه هذ الباخيرة راه باخيرة ديال واحد الوان نجي يعني واحد الجمعيين كتبشيط نقود المهاجرين الوصل البحر هذي به عنه في كثير من كافرتي الجواردziel ديالجتي قطبها لضغوية الر الفيروس اخياري ديالSchちょっと見بل باخيرة لاخرية حربية وهذا ذي لدى الدولة لايطالية والثلاثية من غير المعقول قدHHHH membrane�amb FOR fails ك 인� posit konkurako bed routine تعاليه ... تخعلها جذوها هذي اختصر لتطجتها والخارجة والخول واحد اليناس محدود به ديالبي النفس حيث عن العسكر الاطالية ولكنها يخوص الانع lifespan انهم يدخلو بلادهم رأى واحد التخاربية قوقعت في هذه الأيام يا إخوان رأى هم مجاوش وفتحوا واحد القادية وبغوي بديو سالفيني البروشيسو حيث سالفيني ماشي عير هذي اللي يحبس سالفيني راحبس العشرات والعشرات من الباخيرات ولكن الفرق ما بين هذكو العشرات الباخيرات وهذه هذي راحباخرة ديال الدولة الإيطالية و ديال العسكر ديال الطالية وحبستها لذلك حاليا ما قرروا؟ قرروا أنهم يأجلوا لهذه الجلسات الإستماعية حتى العشرين في شهر 11 جا يعني كنت تكلموا بقاة قريبا واحد شهر و 15 يوم سيستمعوا فيه الجوزيب بيكونتي و الجوزيب بيكونتي قالوا أنا راه ديسبوني بني والوقت ما بغوا يسمعوني أنا راني موجود سيستمعوا كذلك الويجي ديمايو سيستمعوا توني نالي وكذلك في الجلسة ديال الربعة في شهر 12 سيستمعوا الوزيرة ترينتا ووزيرة لوشالانا مورجيزي وكذلك السافير الإيطالي في ال الامتحاد الأوروبي لذلك إخوان راه شفتوا القادية كيفاش مخلطة غاي حاولوا يعرفوا علش بغوا يستمعون هادو بغوا يستمعون حيث جوليا بونجورو المحامي ديال سالفيني قنعات القادية أنها تستمع لهم وتشوفوا الفرق ما بين دك شركة لكي دير سالفيني وما بين الفرق لكي دير الحكومة الحالية لذلك إخوان آآ السبعد كثيرا أنهم إحاكموا سالفيني على حساب هذه القادية وصراحة جوليا بونجورو نافوكاتو ديال سالفيني راه دارت خزمة ممتنى ممتازة فيما يخص البونس ديالو كيالي كيفما قلت لكم رأها كذبة ولكن نقول له نصف كذبة لماذا حتى هذا القانون كانت عني له هادرا يا إخوان وكيفما تشوفوا هادرا موقع كي يدويوا عليه ويتكلموا على أنه سيكون واحد البونس ديال خمسين أورو بشتريبين ضادرا وذلك شيء لماذا حتى ما بين اليمينضامين اللي كي تقدموا في الديالي ريلانتشو هذاك القانون لدار كونتي في شهر ثمانية كانوا ما بين المقترحات التي تحطيت حتى هذا المقترح ديالو كيالي ما بين المقترحات لي كانوا كالبونس ديال المطرمونيو البونس ديال الزواج كانوا بزاف ديال المقترحات اخوان ركننا نتكلموا على كتر من الفين المقترح اللي كانت والمقترحة اللي كيتقبله راهم قليلا راكم كشفتو كيكونوا ذوك العشرات اتنشر مقترح اللي ذلك لهادرا كانت عني ولكن ما تقبلش يعني مني كتدير واحد المقترحة انترى راي الحكومة كتشفة الفلوس اللي عندها وش غي قدوها ولم غي قدوها وكتحاول دير ذلك شيء كيبين لها أهم أكثر لذلك هذا البونوس كانت عني لهذا ولكن لا تقبل بونوس اخر الذي تقبله بشركة زيت تفشالي هو البونوس بيتشي البونوس بالكمبيوتر والبونوس بالاتصال بالانترنت هذا البونوس يخبرنا لم يديرو الحكومة وهذه اول مرة كنت شفتها صراحة لم يديرو الحكومة ديال كونتي هذا البونوس يخبرنا طريقه بدأت في شهر سبعادي مع الحكومة جين تيلوني الحكومة القديمة اللي كان فيها ليسار هو اللي حاكم بوحده لذلك من ذلك الوقت الرئيس للحكومة جين تيلوني دار واحد الاجتماع مع الوزراء اللي مختص بهم هذا البونوس وقرروا انهم يديروه لذلك هذا البونوس صغر 3 سنين و 3 شهر باش يخرج في القادة زيت تفشالي ولكن باقا خاص يخرجوا شحويج من بينها يخرجوا واحد دليل اللي غيعطيه للشركات اللي غيعطي البونوس الشركات اللي غيعطي البونوس هما الشركة ديال الاتصال وغنسميهم لكم باش تعرفوا مثلا كين تيم كين تايسكالي كين فاستويب كين ويند كين فوضافون كين هات الشركات اللي كتتعطي الانترنت في الديور يعني الشركات اللي كتتعطي الانترنت راهم كتار بزافي اخوان والحاجة اللي متخوفة منها بزافي اخوان هو انهم الفلوس اللي محتوطة هذا البونوس راك نتكلموا على 204 مليون ديال اورو راح البونوس ديال بيكالات راكسر منه لذلك هما خايفا انه البونوس يسالي دغياء نهاري خورجي اخوان اههروا ورأيقات ديالكم سوف استفدهم الالة بالتغيير سنقول لكم انا مية في المية لا سيرطولوش الى الطاول يطول السيمانه وربما من مسلوهش لذلك اخوان اههههههههههههههههههههههههههههه سنحتاجون انكم تتعلقوا المثلا سنحطيكم اسميات للشركات سنحتاجون مع ويد التيم وفوضافون او 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 واحدة شركة تايسكال او فاصواب سوف نقوم بتدريب الانترنت هم الشركة يضعون بيسيات ويضعون طابلته لذلك يريد استفد من الطابلته وماذا تستفد من الطابلته سوف تسافد من الكنيسيونير سوف أعطيك الكنيسيونير بوحدة وكنيسيونير بوحدة بوحدة ليس 500 كل ما سوف ترى لذلك سوف تضع الكارتة سوف تضع كليزي ليزي لا يحتاجون لك 20 ألف وماذا سوف تحتاج نهار سوف نقول لكم لذلك هذا هو الجديد في البونسات فيما يخص الحالة الوبائية في إيطاليا فهي كالتالي كنتكلموا على 2844 حالة إصابة في آخر 24 ساعة العدد الإجمالي يفوت 322 ألف الناس الذين يتشافون 1247 والناس الذين يتوفون اليوم كما تشوفون نقول لكم الرقم الذي يريد أن نأخذه بعيدا هو الرقم للوفيات يطلع يوم على يوم اليوم 27 حالة وفات العدد الإجمالي الذين يتأخذ العلاج حاليا في إيطاليا 55560 رائع شهر هذا كان هذا الرقم يا إخوان في حوالي تقريبا 12 ألف حالة لذلك العدد للتحاليل البارح كان رقم قياسي جديد كان 120 ألف اليومك يقلوك يكونوا 118 ألف 932 يعني تقريبا نقص 1400 تحليل مقارنة بالأمس وتوزيع الحالات حسب الجهات كما تشوفوا معي لومبردية 393 تقريبا 400 حالة في لومبردية وتوزيع الحالات في لومبردية كما تشوفوا معي برغم 25 برشة 33 كومو 7 كريمون 15 لكو 5 لودة 5 مونت زبريان 48 ميلانو 16 مانتوف 7 باوية 22 صندريو 20 وفاريزي 35 في ميليا رومانيا 167 بيمونتي 179 الفينيتو 177 للماركت 950 لغوريا 162 كامبانيا 400 وواحد تسكان 197 سيشالي 182 لاتسيو 161 5 لابروتس 42 بوليا 111 أمبري 42 بولتسان 24 كلابري 24 سردانيا 62 فالي داوسط ما في حتى حالة ترينتو 62 موليزي ما في حتى حالة والبازيليكاتا فيها 49 حالة فيما يخصي الحالة الوبائية في المغرب يريدون أن نرى الأرقام الإجمالية بينما نرى الجهات يا إخوان لذلك في آخر 24 ساعة يا إخوان سجناء 2663 حالة كنت تتكلم على ثالث أكبر رقم تسجل في المغرب العدد الإجمالية يراكي فوق 131 الناس اللي تم استبعاد 24 فيما يخص الناس اللي تشافهوا رقم ممتاز جدا يا إخوان كنت تتكلم على 2643 والعدد الإجمالي يرتفع 188 1689 للأسف كنت تتوفى و 30 شخص اليوم العدد الإجمالي كوالي 2293 الناس اللي تتخذ العلاج ديالها أراها 20248 بهذا يا إخوان كنت وصلنا لآخر الحلقة تلو فوريوسكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله